الحاصل شنو لأنه بقولوا الزوال ده بأكل الكسرة وقالوا بقري الغرآن كده نشوفه نشوفه أدينا الكادب والسي شغال في زعت الكوسر وغنات ساهور تشوفوا البرع ده أول حاجة دي صباحة 40 أنا أديك بعض المشاهد لأنه الدعاة كتار قال شنو قال دار يوصل المريدين إنه ما يشيلهم وكتار يموت فيمتة نشوف وسيته للصوفية بتاعينه ده قال يحضر مريده في النزع والجبار وللحج يلقن بأحسن التعبير تفاهم الكلام ده قال له ومع المريدين بقولوا ده ولي قال له خلاص الولي بتاعك ده بيحضرك فيمتة في النزع والجبار يعني بيجي بطمنك فيمتة وكذا الملايكة دارين يشيلوا الروح وينزع الروح بيجي بقول لك شنو ما الشيلهم وبقول للجماعة براحة ملايكة ديل براحة ده تاب علينا درويش فيمتة يحضر مريده في النزع والجبار وللحج يلقن بأحسن التعبير وله يوانس في شنو في الوحدة والشبار قال له كمان في القبر كمان بجيك بوانسك شفت اللقبة دي كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال ميكرافون بيجي غريب خلاص النبي عليه الصلاة والسلام ورانه أول حاجة في الدنيا هنا ما في شوق قبل الروح ما يجي يطمن ما بجي بطمنك كذاب ساي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله فيمتة قال أو ولد صالح يدعو له دي دعوة صالحة منك تلحقك أي ولد صالح عارف التوحيد عغط نظيفة يدعو لك ما في مانع اللهم أغفر لأبي اللهم أوسعي مدخلة اللهم أغسله بالماء والسلج والبرد دي دعوة صالحة منك تنفعك فيمتة لكن شيخ هي يقول للملايكة بالراحة وكله كذب ساي ده كلام ده دين بتاع البرعي لكن كلام ده جابه ساي قطعه من رأسه ونجره من رأسه فيمتة وشي تاني لو عندك علم أو شنو علما ينتفع به كان بدرس الناس التوحيد رجل فاضل مثل محمد عبداللهب ها درس التوحيد ده علم نافع للآن مات محمد عبداللهب وللآن كتبه تدرس ومثل فيمتة ابن كثير مثل ابن تيمية مثل العلوم النافع ده علم نافع فيمتة العمّة بتستفيد منه لأنه دعوة للتوحيد فيمتة وإما صدقة جارية بنت لك مستشفى ها وغيره ده شي ينفعك غير كده غير كده ما في حاجة يبتنفعك ما في حاجة يبتنفعك وهذا كذب ساكد يا أخ فيمتة لكن يجيك البرعي فيمتة يقول كلام زي ده فيمتة بعد ذاك ها قال حتى بوا نسوك جوالقبر لا ما في كلام زي ده ما في ونسا جوالقبر يا أخوانا بس الجوالقبر نبي صلى الله عليه وسلم وصانع قال قال عندما تدفن في القبر ده النبي عليه الصلاة والسلام بيجيك ملكين فيمتة ملكين بيبين تهرق إذا بيجيت رجل صالح كنت فاضل يعني في الدنيا هنا ها خلاص بتجاوب في أزئلة أربع أزئلة جاوبتها انت أمورك مية مية ما جاوبتها الشواكيش بتدور جوه مرزبة عجيبة مرة واحد لشان كده يا أخوانا نبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم بيجاوب ما ربك يجاوب ما دينك الإسلام ديني عارف دينه ما يكون دينك دينة صوفية ده فيمتة فيمتة ماذا تقول في الرجل الذي يبعس فيك لو كنتم متابع النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذ دينك من عند رسول الله بتجاوب فيمتة لكن إما دينك دينة صوفية ده تشيل شيلتك فيمتة جاوب من البرعي أو جاوب من الزيبة تشيل شيلتك لشان كده يا أخوانا الموضوع ده طويل والدعاة كتار يجب وضح إن شاء الله زيادة وهذا وصل اللهم على محمد وعلى آله صحبه السلم بارك الله فيكم أمي تابع ترجمة نانسي قنقر